طيب اليوم رح نكمل بالفيفيز سيستمز ازا بتتذكروا من المره الماضي شقالنا في عجبنا هون R و S و T هذول الثري فيزز وسمينا ال R هون عملناها بحيث تكون ميتين و تلاتين فولت RMS فالبيك تبع الصينيسويد بكون ثلاثمية و خمس و عشتو وحطينا هون الفيز أنجل زيرو ولي فريكنسي خمسين هرتز بعدين يجينا على الفيز التالي اللي هو لانيك باي هندر و توينتي ديجريز بتأخر عنه متى مية وعشرين درجة لكن نفس قيمة البوتج نفس تيمتين الفريكنسي طبعا والتالث بتأخر عنه متين واربعين او متقدم عليه مية وعشرين صار عنده هون ثري فيز سيستم مية وعشرين مية وعشرين مية وعشرين درجة هذا الثري فيز سيستم هلا رح عمل اليوم بتركز شوي على فكرة والفايز بوتج والتمييز بينهم فاللي رح عمله رح اشيل الان الكارنت مجرمة اللي وجودة هون هلا في البداية رح اوضي الكارنت مجرمت اللي موجودة هون ورح اوصل هذا اذا اللي عندي هون هلا رح عمل ثري فيولتجز رح اخد مجرمت من رس او قلينا اخد بوتج من رس رح اخد بوتج من ر ونيوترل هادي ستار بوينت او نيوترل رح اول شي نتطلع عليهم هادا بنسميه الفولتج بين او اس شو منسميه والعلاقة بينهم اديش? جذر الثلاثة. ازان خلينا اول شي لتأكد انه ها بصي جذر الثلاثة حتى يطلع الالحاس بوجه هزها. خلينا ارجع هادي. ازان عندي هاد رح يكون. هلا هاد عبارة عام. فبعد انا اسميه. الانيين. فوتاج. عليه و بين عاوري. رأسة. وهذا هون هادي هون هون هادي 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 méth رح يسمين نوعي Benedikt هيره سميه. هيده نبقد أحضر هنا بيجيك على المخط. رح يوميك لقيبه الائبل وهذا اللي هو VR إذا بنحبه نسمي النقطة اللي هي صارة المفروض هدول يكون فيه بينهم 30 درجة 30 درجة والمفروض يكون نشرحه ليش هذا بس خلينا أول إيش نعمل ران ونشوفه إذا أنا هاي هون عماله بعمل خلص خلينا نشوف هلأ شكل هلأ كيف بدي أعرف الأول والثاني فيه استناح موجود في الألوان تبعيت الخطوط اللي في الدخل أول لون عنا أصلا بيكون يلو وبعدين مجنة يلو مجنة بعدين المجنة هو نوع من لمو هذا اللون زي نوع من نوع من هذا أصفر أول أول هذا عشان تعرف مين التاني ومين التالت ومن الرابع لحد الثالث فالإصطلاح أنا أحزان حسن حسن ما أتذكر إذا بدخل على بتفكر بتلاقي أنه التاني الأول الأصفر التاني مجنة التالت ساين ساين كان له أخضر مزرق لما نشوفها لما نحب تاني الثالث نشوفه عنه بتعرف منه الأول من الثاني مين أنا كان عندي الأول هون اللي داخل أول واحد اللي هو مش هين إذن الأول هو اللي هو هذا دكير وهذا صغير مش هيك زي ما حكم توقع خلينا نراجع نتذكر ليش لازم يكون في مثلات لازم يكون واحدة واحدة جدر هنوب في جدر ثلاثة أتتفهم هذا السفر ليش خلينا أرجع هون الآن إذا 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 تذكروا عندي R S T هاي R كفيزر هاي S كفيزر وهدول عمان هم بلوفوا بهذا الانتجاب بأوميجا إيش محتيقة أوميجا هاي 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 وهذا هاي وهذا متأخر عنه 120 درجة والT متأخر عن S كمال 220 درجة هادا الطول من هون هو طول اللي هي بين R والنيوترال يعني كأنه هناك فإذا كدي حسب R-S شو بأعمل؟ بضرب S جي مانس واحد مضبوط إذا ضربت S جي ما ينس واحد شو بيصير 30 عكس؟ 80 درجة طي بتصير S طي بتصير S طيباً هاي بتصير هاي 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 نترك في البداية نعمل هون زوم لو عملنا زوم متلاً عم منطقة هادي هون رح نلاقي طبعاً الأصفر اللي هو اللاقي لديش تقريباً المنطقة لديش تقريباً هاي 30 ديجريز خلينا نتأكد نها 30 ديجريز هلا هادي تقريباً هون نحاول عمل زوج كمان هون تقريباً أحسن إشي هادي تقريباً هون 0.08 وهادي تقريباً 0.0785 يعني هي بتطلع 30 ديجريز صعب نعمل حساباتها من هون بس واضح إنه واحد من هون leading the other by 30 ديجريز هلا بنسبة للأطوال إيش لازم تكون الأطوال لازم تكون مضعوبة بجذرة الثلاثة هلا الاثبات نظر نثبته عن طريق الcosine formula لأنه عندي أنا هون مثلث لقد هون عندكم ثلاث متساوي الساقين موجود مش هاي الساق مساوي لهاي الساق وهاي الزاوية على فكرة مساوي لهاي الزاوية صار هذا مثلث متساوي الساقين إذا استعملت الcosine formula راح تلاقي إنه هذا الطول يساوي هذا الطول مغلوب في جذر الثلاثة جذر الثلاثة يعني 1.7 خلينا نتأكد منها من الرسمة إنه فعلاً هي 1.7 إذا نزميجي متطلع الآن هون راح نلاقي هذا الطول تقريباً مش حاول أشوف هذا الارتفاع قديش هون هذا إحنا عارفينه إنه كان 325 طب مش إحنا أقول له 230 شو الميتين وثلاثين الميتين وثلاثين رمس طب شو 325 واضح يا شباب الفرق بين البيك والرمس البيك تبع هو 325 لكن رمس تبع هاي قديش ميتين وثلاثين إذن هادي 325 سجل عندك 325 وهنا بنا نشوف هذا القيمة قديش قديش هذا البيك تقريباً 560 اقسم 560 على 325 1.7 1.7 لازم تكون 1.7 إنه تقريباً جدر التلاتة إذن النظرية صحيحة وشغلنا هون صحيحة هدا مهم لأنه منيج على ركتيفائرز الثريفة ركتيفائرز ضرور نعرف العلاقات هانا في زاوية 30 درجة وفيه المغنيتود هون أكبر اللين بولتج طيب بالنسبة اللين اللين كرنط والفايز كرنط في الحالة هاي حالة هذا اللود إيش علاقة بهم إذن نطلعنا على اللين بولتج والفايز كرنط مش هيك فبشوف تتوقعوا بالنسبة لللين بولتج اللين كرنط والفايز كرنط اللين كرنط هو الكرنط الشي ما شي تقرم في كل واحد من اللود هذول مش هيك عفون اه ل Xbox اللين كرنط هو الكرنط اللي ماشي ما بين اللود هذا الكرنط مش بساوي هذا الكرنط يقصر إذا بحالة إذن سمري إذن سمري إذن سمري لكن إذن سمري إذن سمري بالمجلد و بالزاوي أفل الله يا جهان